موسيقى أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات التعليم الصناعي قسم الزخرفة والإعلان والديكور برحب بكم النهاردة في حلقة جديدة من حلقات الصف الأول بمنهجية الجدارات برنامج فني الزخرفة والديكور زي ما وضحنا في الحلقات السابقة أهمية المواد الفنية طبعا كل المواد مهمة ولكن المواد الفنية بتمثل ما يقارب ثلاثة أرباع المجموع وزي ما قلنا في الدبلوم عندنا خمسمية وعشرين درجة مواد فنية ومية وتمانين درجة المهارات الأساسية اللغة العربية واللغة الإنجليزية والفيزياء والرياضيات ده مجموع المواد الثقافية أو المهارات الأساسية بينما مجموع المواد الفنية خمسمية وعشرين درجة مقسمة بين ملف الإنجاز والمهمة بشقيها المعرفي والمهاري بعد كده اتكلمنا عن أسليب التقييم وإزاي نتجنب أن نفقد أي درجات لأن درجاتنا تراكمية 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 يعني اللي هتعمله في أولا هيأثر عليك في الصف التالي لا يحصل في تانية هيأثر عليك في الصف التالي نتجتك في تالتها هتأثر عليك في الصف التالي والأهم من كده أن الامتحان هيجي من منهج التلات سنوات جزء من أولى جزء من تانية جزء من تالتة تأكد من ذلك الامتحان في كل الامتحانات السابقة لديبلوم الجدرات كانت في منهج التلات سنوات أي حاجة بتدرسها ده اسمه برنامج برنامج متكامل أنت بتمتحن في كل وحدات البرنامج على مدار التلات سنوات فممكن أجيب لك وحدة من الصف الأول مع وحدة من الصف التاني مع وحدة من الصف التالت إزاي؟ ببساطة شديدة أنا درست التزييب في سنة تانية درست الدهان السواحيلي في سنة أولى درست الكاركلي في سنة تالتة ممكن يجيب لي تلات حاجات دول في امتحان واحد فبالتالي بقى جزء من أولى جزء من تانية جزء من تلتة وهكذا أنت مطالب بمهاراتك طول التلات سنين بعد ما بيتم تقييمك بيراجع التقييم بتاعك جوة المدرسة من يسمى بالمحقق الداخلي المحقق الداخلي شخص مسؤول عن مراجعة نتائج التقييم والتأكد من مصدقية التقييم ومن أنك أنت فعلاً اشتغلت بإيدك وأن الدرجة بتاعتك فعلاً هي اللي تستحقها وأنك أنت فعلاً جدير بهذه الدرجة بعد كده بيجي المحقق الخارجي وده اللي بيقوم بعملية التقييم لعملية التقييم نفسها وبيعتمد نتيجة المدرسة إذا كانت فيها مصدقية أو بيرفض اعتمدها إذا كانت فيها غير مصدقية ده من حق صاحب النتيجة اللي موجودة داخل الملف وصاحب العمل المنجز داخل الملف وبالتالي بعد كده بيقدر يشوف طبعاً فيديوهاتك لازم يكون فيه أدلة أنك أنت اشتغلت فيه فيديوهات فيه موجود ليك فلاشة موجود ليك مشروع منجز منتجات موجودة في ملفك كل ده بيتم التأكد منه بعد ما بيتم تقييمي في الثلاث سنوات من المقيم والمحقق الداخلي والمحقق الخارجي في الترم الأول والترم الثاني بعد الثلاث سنين دول بدخل امتحان الدبلوم وبيجيني ثلاث مقيمين للدبلوم المقيمين دول بيكونوا من خارج المحافظة مقيم معرفي ومقيم مهاري ومقيم من سوق العمل ودول اللي بيدوني نتيجة المهمة اللي بامتحانها في الدبلوم إذن كده إحنا لازم نبقى مهيئين إن امتحان الدبلوم بيشمل ما درسته في الثلاث سنوات كنا بدأنا في الحلقة السابقة نشرح معدات الرسم الهندسي أو أدوات الرسم الهندسي الأدوات اللي أنا بستخدمها هي الفرق بين المعدة والأداء الأداء أبسط من المعدة فهي أدوات وليست معدات المعدة بيكون فيها تركيب أكتر شوية ولكن الأداء بتكون أكثر بساطة الجهاز بيكون أكثر تعقيدا من المعدة يعني إحنا عندنا ثلاث درجات عندنا أداء بتكون حاجة بسيطة جدا مثلا زي المصطرة زي الأستيكة أداء بسيطة عندنا معدة بتكون فيها تعقيد شوية عندنا جهاز الجهاز بقى بيكون فيه تركيب وفيه زي أجهزة الرش زي دي بتسمى أجهزة معدة مثلا زي الشوكيش زي الشنيور زي المفكات لكن عندي مثلا الأدوات الأدوات البسيطة ممكن نعتبر أن مثلا المصطرة والبرجل دي من الأدوات البسيطة يبقى أنا عندي أدوات وعندي معدات وعندي أجهزة كل ده بيندرك تحت الأدوات الأول معدات اللي أنا بستخدمها في سواء في المرحلة دي في الرسم الهندسي وفيما بعد فيه عمليات الدهان المختلفة طيب كنا بدأنا نتكلم كلمنا عن بعض المعدات وشرحناها بالتفصيل وقلنا إزاي بنستخدمها وإزاي بنستفيد بيها في عمليات الرسم الهندسي وإزاي بنقدر نطبق بيها سواء نرفع بيها مأسات سواء بنشتغل بيها سواء بنرسم بيها سواء بنعمل بيها زوايا سواء بنقدر من خلالها نعرف الزاوية دي مأسها كام يعني زي ما قلنا المنقلة المنقلة أقدر أقيس بيها زاوية موجودة قدامي عايز أعرف الزاوية دي كام عشان أقسمها وفي نفس الوقت أقدر أرسم بيها زاوية أنا عايز أرسمها يبقى إحنا أخدنا بعض الأدوات المرة اللي فاتت وإن شاء الله النهاردة هنستكمل بقية الأدوات خلينا نشوف مع بعض الأدوات اللي احنا درسناها أو تكلمنا عنها في الحلقة السابقة طبعا اتكلمنا أول حاجة عن المسلسات قلنا أن أنا عندي مسلس 30-60 ومسلس 45 طبعا شفنا شكل المسلسات بعد كده قلنا بنستخدمها يا إما في الزاوية قائمة 45-30-60 كلمنا عن المسلسات وقلنا الترقيم اللي فوق ده أيها برفع عليكم اللي فوق بالسنتي واللي تحت بالبوصة دي مسلسة من المعدن قلنا طبعا بتفيدني في تقطيع الستنبة وتقطيع وراء الجدران عشان مش بتتجرح زي البلاستيك أو السيليكون مسلسة حرف T خشب أو بلاستيك ودي بتستخدم فيه الخطوط القائمة أفقيا أو رأسيا بتضمن استقامة الخطوط على لوحة الرسم طبعا لوحة الرسم لوحة خشب سطحها أملس أقدر أتحكم في ارتفاعها وقدر أتحكم في ميلها عشان أشتغل بدون أجهد الفنان أو أتعبه أو أضطر أنه يكون منحني أو يتعب في عملية الرسم خدنا الأستيكة العادية قلنا بتستخدم في مسح خطوط الرصاص من على لوحة الرسم ويفضل الأستيكة المارنة أو الطرية أو سهلة التأكل أو الاحتكاك ودي بتساعد أكتر فيه نظافة اللوحة الأستيكة الفحم بتتميز بمرونة شوية ودي بتشيل الأثار اللي ممكن تكون موجودة من أقلام الرصاص التقيلة زي البي أو من أقلام الفحم للحفاظ على نظافة اللوحة وقلنا بتبقى مارنة زي السلصال شوية كده كلمنا عن المنقلة وقلنا أن المنقلة غالبا بتكون شفافة لها مركز وفيها مجموعة من الخطوط بتعملي زوايا من صفر لحد مية وتمانين وفي منقلة لحد تلتمية وستين زي ما انتوا شايفين كده وزي ما رسمتها معيكم المرة اللي فاتت فيها ترقيم من اليمين للشمال وفيها ترقيم من الشمال إلى اليمين من صفر مية وتمانين واللي في النص ده اسمه المركز بعد كده عندي مصطرة لطيفة جدا اسمها مصطرة المنحنيات شابلونة الكيرفات كيرف يعني منحنة كيرف يعني منحنة مصطرة المنحنيات أو شابلونة المنحنيات بتصنع من البلاستيك المارن وبتستخدم لرسم الأقواس والمنحنيات بمعنى أنا عايز أعمل خط منحني مش دايرة مش دايرة جزء من منحنة زي ما انتو شايفين كده زي المنحنيات اللي بتتعمل في الزخارف شايفين شكلها عامل زي يعني دي مساطر يا ميس آه دي مساطر بتتبع في المكتبات الكبيرة مش لازم نقول أسميها ولكن المكتبات الهندسية المتخصصة بتبيع المساطر بتاعت المنحنيات كل المكتبات الهندسية مش لازم حتى مكتبات كبيرة روح قوله أنا عايز شابلونة منحنيات أو عايز مصطرة منحنيات بمنطقة البساطة هتلاقيها موجودة عندك طبعا دي بتستخدم في الرسم المنحنة يعني أنا لو عايز عمل منحنة زي حرف الراء زي حرف السي زي أي شكل منحني ولكن مش منحنة منتظم مش دايرة يعني فباستخدم مصاطر المنحنيات عشان الخط يطلع نظيف ومستوي مش معمول باهتزاز خط الإيبد الفرجار أو البرجل أنا دايما بقول أن إذا كان الرسم الهندسي فيلم فالبرجل هو بطل إذا الفيلم البرجل مهم جدا 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 وأنا باعتبره أهم أداة في أدوات الرسم الهندسي أنا أقدر أعمل زوايا بالبرجل أقدر أنصف بالبرجل أقدر أحدد بالبرجل أقدر أعمل أي شكل هندسي بالبرجل أقدر أئيس بالبرجل أقدر أعمل حاجات كتير جدا جدا بالبرجل البرجل هو بطل هذه المرحلة يبقى البرجل أداة رسم هندسي الفرجار هو البرجل تستخدم في رسم الدواير والأقواس الدائرية كما قد تستخدم كأداة لقياس المسافات بيسموها رفع المقاسات أو قياس المسافات طبعا البرجل فيه منه أشكال متعددة فيه منه بلاستيك فيه منه معدن فيه منه كمان الأدوات البراجل المستخدمة تحط فيها ألم تحبير فيه براجل كبيرة اللي بشرحوا بيها المدرسين طيب خلونا بقى نتكلم عن البرجل شوية لأن البرجل مهم جدا البرجل من الأدوات الأساسية خلونا نقول البرجل إيه الحاجات أو المواصفات اللي يجب أنها تتوفر فيه وإزاي استخدمه وإزاي أستفيد به في عمل الزوايا واستفيد به في عمل الدواير واستفيد به في تقسيم الدواير البرجل مفيد جدا 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 فوق متى تخيل البرجل مهم جدا أول حاجة مهمة قوي تتأكد أن البرجل مربوط كويس يعني ما نفعش البرجل يبقى حرقته سهلة يعني عفوا أن يبقى سايب البرجل لازم يبقى مربوط كويس ليه؟ لأن حركة البرجل السهلة هتخليه سهل أنه يتفتح والمقاس يتغير أثناء ما أنا بشتغل يبقى أول حاجة أتأكد أن البرجل بتاعي مربوط كويس تخلي معاك دايما في المقلمة حاجة كده زي مفك صغير أو ممكن تستخدم سن بقطر المهم أن أنت تقدر بس طبعا بحذر عشان ما تتعورش تقدر ببساطة تربط أو في البيت تقدر تستخدم أي مفك في البيت تربط مصمار البرجل يبقى البرجل لازم يكون أول حاجة مربوط محكم رقم اتنين القلم اللي بركبه في البرجل لازم يكون ارتفاع السن بتاعه أعلى من سن البرجل نص ملي أو ملي يعني يا دوبك يبقوا متساويين يبقى السن الرصاص أعلى سنة ده بيفدني في أن الدوائر بتاعتي تطلع مظبوطة الحاجة الثانية بقى طريقة استخدام البرجل البرجل أنا وأنا باستخدمه مش بمسكه كده ولا بمسكه كده ولا بكتفه ولا بمسكه كده من عند السن ولا بعمل أي حاجة أنا بحدد نقطة المركز بسبد سن الحديد بتاع البرجل بمسك من هنا كده وابتدي ألف البرجل كده كده لفة كاملة هي متكاملة يبقى إذن أنا عندي بنستخدم البرجل أنا دايما نقول لهم البرجل عامل زي راقص البالي لازم يبقى خفيف الحركة ويبقى ثابت كده على رجل واحدة ويلف كده بمنتهى السهولة يبقى إذن إيه؟ تاني أنا عايز أرسم دايرة الأول بتأكد أن سن البرجل وسن الألم الرصاص متساويين بل الألم أطول سننا طبعا مستخدمة ألم ألوان عشان يبقى عندكم بوضوحة على الشاشة أنا دلوقتي عندي وطبعا أنت تقدر تستخدم ألم ألوان في البرجل عادي جدا أنا دلوقتي عندي الألم بتاعي يكون في نفس مساواة سن البرجل ولكن أطول سننا برجلي مربوط كويس مأكد على المصمار السن دا عندي مربوط كويس المصمار مربوط على الألم كويس أبتدي أنا هافترض نقطة المركز مش هافترضها هكون محددها ودايما على فكرة دايما أقول وخد قاعدة سن البرجل ما يتحطش إلا في نقطة محددة سن البرجل لازم يتحط في نقطة محددة سن البرجل لازم يتحط في نقطة محددة هبتدي أحط السن الحديد بتاعي. أدي السن الحديد أهو. سن البرجل الحديد على نقطة المركز. دي نقطة دي بيسموها نقطة المركز. ميم? وابتدي. فتحة البرجل قد إيه؟ أي فتحة أنا عايزة. ولتكن دي. تمام كده؟ أتقل سنة صغيرة. مش عايزة. أنا مش عايزة بعد ما ترسم الدايرة. ألاقي عندي حفرة هنا. مش عايزة حفرة. أنا عايزة يدوبك سن البرجل. أهو لامس الورقة. بتقل عليه سنة. سنة صغيرة. وخفة عن الرصاص. أسيبه حر الحركة. راقص بليه. راقص بليه. وابتدي أعمل إيه؟ أمسكه من فوق كده. ولفي بي. بص هيلفي معي التلتمية وستين درجة بمنتهى السلاسة والبساطة. بص اللفة إزاي؟ لفة جميلة وسهلة. وبمنتهى البساطة. تمام؟ أقدر كده أقف هنا. أقوم عامل كده. بصوا بقى شغل البرجل. شغل البرجل وجمال شغل البرجل. ببساطة شديدة. أبتدي أعمل أشكال زخرفية. أعمل تقسيمات. أعمل كده. أنت عارف أن أنا لو مشيت على التقسيمة دي. هبتدي أعمل دواير. وهعمل أشكال زخرفية. وكل ده يديني في الآخر أشكال في النهاية زخرفية. كمان أقدر أرسم بالبرجل أي زاوية. يعني أخد خط كده. إحنا قولنا الزاوية دي نقطة. لها نقطة المركز. وده الصفر بتاع المنقلة. أنت عارف أن إنت لو وقفت هنا بأي فتحة. أي فتحة. وعملت قوس. النقطة دي نقطة الصفر. تعارف أنك لو وقفت بنفس الفتحة وقطعت القوس. دي زاوية 60؟ طب أنت عارف أن إنت لو جيت بالبرجل وطولت الزاوية 60 دي شوية. ورح توقف في الستين بالعكس. أنت كده جبت النقطة دي. لو وصلتها بنقطة المركز دي زاوية 30. يعني أنا شوف في ثانية جبت بالبرجل زاوية 60 وزاوية 30. وأقدرت طبعا. ودي حاجة هتتدرب عليها بعد كده. أن إنت بالبرجل تعمل زاوية 90. يعني أنا 90 يميس مش هعملها بالمنقلة؟ لا. لما تيجي ترسم المربع أو المستطيل هتبقى مطالب تعمل الزاوية 90 بالبرجل. إذن البرجل كده هيقدر يعمل لي زاوية 90 ببساطة شديدة. أقول لك إزاي. هاجي هنا هاخد خط أهو ودي نقطة ميم اللي هي المركز. هقف هنا ببساطة كده هياخد قوس. فاكرين لما قلنا أنتوا عارفيني أن فتحة البرجل بتديني 60 أول فتحة للبرجل 60. يميس إزاي هي كده؟ مهما كانت الفتحة طالما دي قدي دي قدي دي دي كده زاوية 60. طب ولو كبرت الفتحة دي قدي دي قدي دي زاوية 60. يبقى تاني أول فتحة للبرجل بتديني زاوية كام 60. طب نقف في الستين وناخد زاوية كمان. مش دول ستين ودول كمان كام ستين أو كام مية وعشرين طول المية وعشرين. أقف في المية وعشرين بالعكس. انت عارف وقفة بالعكس هني بعمل إيه؟ لأ تاني انت عارف لما أقف هنا مرة وقف هنا مرة بعمل إيه؟ بنصف بعمل إيه؟ بنصف تاني مش دي سفر دي ستين دي مية وعشرين لما نصف في النص بين الستين والمية وعشرين يديني زاوية كام يديني زاوية تسعين طبعا هناخدها بالتفصيل بعد كده ازاي بنعملها طيب يا ميس ازاي عملية رفع او نقل المأسات انت عارف ان انت بعد كده لما تيجي تكبر رسمة يعني مثلا لو انا عندي ورقة الشجر دي اهي وعايز اعمل ورقة شجر تانية ادها بالزبط او اكبر منها يعني خلينا في ادها نفس مأسها هبتدي كده مش انا عندي نقطة هنا ونقطة هنا عايز اعمل نفس المأس ده تاني هقوم ايس من النقطة دي للنقطة دي صح كده وقوم جاي هنا ادي نقطة وحدد كده اداني النقطة التانية تاني ادي اهو نقطة وخدأ وكده خدت النقطة التانية كده دي المسافة دي هي هي نفس المسافة دي فبالتالي هبتدي بص بعيني كده وابتدي ارسم ورقة الشجر كده انا عملت نقل للايه نقل للمأس يبقى تاني انا اقدر مثلا لو انا عايز اقسم محيط الدايرة دي مجموعة متساوية مثلا عايز اعمل قد القوس ده فهقوم واخد مأس القوس واجه هنا ااخد نفس المأس مرة اتنين تلاتة انا كده استخدمت البرجل في نقل المأسات احبته كده اخد المأس وبعدين اروح انقل المأس ده لمكان تاني البرجل نجم النجوم وحبيب الملايين البرجل يقدر يعمل لي دواير يقدر يعمل لي اقواس اقواس بس مش لازم دواير يقدر يعمل لي تنصيف زوايا يقدر يرسم لي زوايا يقدر يرفع لي مأسات يقدر يعمل لي يساعدني في عملية تكبير ونقل الرسومات انا قد كل ده بالتفصيل بعدين البرجل هو الاداء الرئيسية الاهم في عمليات الرسم الهندسي يبقى النهاردة ما تروح ليش ابدا 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 حسة الرسم الهندسي من غير البرجل تروح حسة الرسم الهندسي معك البرجل معك المصطرة معك الاستيكة معك الاقلام بتاعتك اوعى تروح من غيرهم واذا كان هنكتفي بحكتين اتنين بس يبقى البرجل بالقلم الرصاص بتاعه والمصطرة دول اهم الادوات بتاعتي اللي ممكن يعني يغنوني عن ادوات كتير ولكن طبعا كل اداء ولها استخدامها بعد البرجل عندنا الاقلام الرصاص في الادوات الهندسية عندنا الاقلام الرصاص قلم الرصاص هو اداء استوانية الشكل بيصنع من الخشب المادة الاساسية في صنع قلم الرصاص هي مادة الجرافيت او الكربون طبعا هنقول لهم لهم سموه قلم رصاص ليه عشان لونه رصاصي لكن هو مش مصنوع من مادة الرصاص هو مصنوع من مادة الجرافيت الجرافيت او الكربون قلم الفحم من الكربون قلم الرصاص العادي من الجرافيت وفيه بعض الاقلام بتتعمل مزيج من الجرافيت والكربون اللي هي بتديني تقل شوية او سواد اكتر شوية ايه بقى اللي احنا شايفينه ده شايفين كده لما تبصوا للدرجات الظلية بتاعت الاقلام الرصاص تلاقوا تحت الالم لونه رماضي فاتح وخفيف اوي فوق الالم لونه اسود غامق وتقيل اوي في النص وسط تمام كده قال لي ايه بقى قال لي الاقلام تلات انواع ال H بدرجاته ال B بدرجاته ال HB طب خلونا نشغل كده يعني تفكرنا لما انا النهار ده H زي ما احنا شايفين كده كلها درجات ايه فتحة والخط ايه خفيف الالم خطه خفيف ولونه فاتح ده اسمه ألم هارد H اختصار لكلمة هارد هارد يعني صلب السن ناشف الخطوط بتاعته خفيفة الدرجات بتاعته فتحة طب ال B اختصار لكلمة bold ال B اختصار لكلمة bold حتى تلاقوا بيشتغل فيكم على برنامج الورد هتلاقي كلمة bold بتقل الخط وتسوده bold يعني سميك غليز واسود غامق ده معنى كلمة bold bold البولد الاسود الغامق فكل ما نتدرج في ال H الألم يفتح ويخف كل ما نتدرج في ال B البولد الألم يغمق ويتقل ده ناشف وده طري ده غامق وده فاتح يبقى تاني الألم ال B ألم غامق طري الألم ال H ألم صلب فاتح كل ما لبيه تزيد الغامقان يزيد والطراوة تزيد تلاقي الألم بيتبري معك بسهولة تلاقيه طري تلاقيه بيعمل زي بيتسيح بسهولة على الورقة وطبعا سهل لو إيدك جات عليه تلاقي إيدك بقت لونها أسود نيجي بقى للألم ال H ال H مهما تدوس عليه تلاقيه فاتح مهما ضغط على الألم الدرجة بتاعته فاتحة لأنه ألم صلب ولونه فاتح طب لما يقول لي 1 H يبقى خفيف طب 2 H خفيف أكتر أفتح كل ما درجة ال H تزيد الألم صلب أكتر خفيف أكتر كل ما درجة ال B تزيد الألم تقيل أكتر أسود وغامق أكتر طري أكتر يبقى أغمق وطري وتقيل طيب يبقى النهاردة ميني الأتقل 2 B ولا 8 B طبعا الأيد أتقل وأغمق والألم طري سهل الاحتكاك والتآكل بيخلص بسرعة تلاقي السن بيتآكل بسرعة طيب لكن الألم ال H ممكن يقعد معك سنة السن بتاعه مجررواش حاجة لأنه خفيف مش بيتآكل وصلب فمش بيتآكل بسهولة طب لما ال B يبقى تقيل وطري وال H يبقى صلب وفاتح ال H B برافو عليكم وسط ال H B هي الدرجة الوسط ألم لهو تقيل أوي لهو خفيف أوي لهو غامق أوي ولهو فاتح أوي يبقى ال H B هو الدرجة الوسط وهتلاقي 90% أو أكتر من 90% من الإقلام الرسوس اللي موجودة في المكتبات HB إنما ال B وال H دول بيشتروه من المتخصصين طبعا الرسومات الهندسية بتحتاج إقلام خفيفة عشان الرسمة ما تتهببش والخطوط تبقى رفايع ودقيقة جدا فبيفضل في الرسم الهندسي ألم H أو إذا ما ال H وال H هتستخدم ال HB لكن ينفع في الرسم الهندسي اللي محتاج دقة أستخدم ألم بيه هتبص خفيف ويكون خطوطه رفايع يبقى الألم ال H ألم خفيف صلب محتاج مني أعمل بيه خطوط هندسية رسومات مهما ضغط عليه الخط بتاعه فاتح ما بيغمقش لأنه صلب ولأنه فاتح طب الألم ال H ال B الألم ال B تقيل طري سهل بتآكل وإنت ماشي بيه كده تلاقيه خط تلاقيه زي ما يكون الصفحة بتمتصه في درجة طراوة عليها طيب إذا كان ده ال H وده ال B يبقى الوسط بينهم ال H B وده الألم الوسط اللي لهو فاتح ولهو غامل إنت لما تيجي تشتغل في المدرسة هات معاك ألم H B لما تيجي تشتغل في درجات الظل والنور يعني إيه ظل ونور بنرسم وش بنعمل تظليل لوردة بين الأماكن الفتحة والأماكن الغامقة الظل والنور هو ترجمة التكسيم إلى درجات من الفاتح والغامل يعني كأنك بتاخد الوردة تعمل لها تكسيم بعد تالت عن طريق الألم الرصاص على سطح الورقة فبتعمل أجزاء فتحة وأجزاء غامل إيه اللي بيديني إحساس بإن في حاجة برزة وفي حاجة غائرة كمية الضوء الساقط على سطح الحاجة يعني أنا النهاردة لما أجي أرسم وجه وأرسم تحت منه رقبة في الحالة دي الرقبة بتاخد درجة لون أغمق درجة ظل أغمق ليه لأن الوجه بيبقى مظلل على الرقبة زي النهاردة لما أجي أنا أعمل إيدي كده هتبص تلاقي درجة لجوه الإيد أغمق من الدرجة الفتحة المعرضة للضوء أكتر فكلمة ظل ونور هي ترجمة للتكسيم أو للبعد التالت أو للعمق أو للتخانة أو لأي حاجة بتديني بعد تالت للشكل عن طريق الظل والنور أو عن طريق الدرجات الفتحة والدرجات الغمق ده بيستلزم مني ألم 4B 6B 2B مع الألم الـHB عشان أقدر أجيب الدرجات الظلية من أول الفتح قوي لحد الغمق قوي عشان يديني التكسيم المناسب الإقلام الرصاص استخدم في رسم الخطوط في رسم الخطوط الهندسية في رسم الرسومات والزخارف بتستخدم في الرسومات الظل والنور زي ما احنا بنقول وفي عمل البرتريات الرصاص وممكن طبعا يندرج معها الأقلام الفحم أو الأقلام الأسود الفحم لأنها طبعا بتستخدم في عمل اللوحات والبرتريات وبتدي درجات ظل ونور أو فاتح وغامق أو تكسيم اللي بيديني الإحساس بالملمس أو بالبعد التالت للرسمة اللي أنا برسل بعد الأقلام عندي طبعا قلنا خلاص الأقلام الرصاص وبنقدر نمسحها بالأستيكة وقلنا الدرجات بتاعتها درجات الـH ودرجات الـB وقلنا H اختصار لكلمة hard وB اختصار لكلمة bold أو تقيل أو اسود والH B وسط بين الـ بعد كده بيكلمني عن أقلام التحبير ألم التحبير باين من اسمه كده ألم بيبقى جوا حبر أقلام التحبير درجات من أول كانوا زمان بيعملوا أقلام التحبير اللي بتتملي بالحبارة وبيبقى لها سن ريشة لحد طبعا مش من قريب قوي من زمان يعني من أيام ما كنت أنا طالبة في المرحلة للسنوية ومن قبل كده كان موجود الأقلام الربيض وغراف اللي بتستخدم في عمل الخطوط الدقيقة بالتحبير من أول واحد من عشرة من الملي تاني من أول واحد من عشرة من الملي لحد اتنين ملي انتو متخيلين واحد من عشرة من الملي السن رفيع جدا 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 بيديني خطوط في منتهى الدقة بطريقة التحبير وطبعا أقلام التحبير لها إمكانية أنها تتركب في البرجل بيبقى فيها حلزون بتتركب في عنواع معينة من البراجل عشان قدر عمل بيها دوائر وطبعا أقلام التحبير بتستخدم في التنقيت والتحبير واخراج الرسومات وبتستخدم في عمل التصميمات بالأبيض والأسود أقلام التحبير طبعا من الحاجات المهمة وبيبقى فيها حاجة بتسمى برميل البرميل ده مش برميل طبعا هو رمز يعني بس بتبقى عبارة عن حاوية صغيرة جدا بتتوصل بالألم بتتملي حبر طبعا اختيار نوع الحبر مرتبط بنوع الألم ومعنى كلمة تحبير يعني بعمل الخطوط باللون الأسود بمادة الحبر وطبعا فيه تحبير للبراجل وفيه براجل تحبير بيتم ملوها بالحبر لكن طبعا عمرها ما بتبقى دقيقة جدا زي الألم وبتبقى محتاجة مهارة عالية جدا في استخدامها براجل التحبير محتاجة مهارة عالية جدا عايز طالب ممتاز دقيقة عنده قدرة عالية على التحكم في برجل التحبير لكن طبعا أقلام التحبير وفرت لأنها بتديني تخانة سبتة للخط يعني الألم ال.5 اللي هو نص ملي ده بيديني تخانة سبتة من أول والآخر وخمسة من عشرة الألم ال.7 ده بيديني تخانة سبتة سبعة من عشرة من الملي وهكذا إذن أقلام التحبير بتستخدم في تحبير رسومات طب هل حجب هنشتري الألم الربيدوغراف ده لا طبعا ده يعني هو ده إمكانياته أعلى شوية من استخدامتكم فإنتوا ممكن تستعيدوا عنه بإن إنتوا تشتروا ألم تحبير عادي بيبقى في أقلام حبر سن رفيع بتتبع في المكتبة سعرها بيبقى بسيط ومعقول وبيبقى ألم حبر أو بيسموه في المصدر نص ملي وطبعا كل ما يكون السن بتاعه أرفع يدينا نتيجة أفضل طب إحنا هنحتاج ألم التحبير هنحتاجها ونشتغل بها ولكن مش محتاجين إن إحنا نشتري ألم غالية قوي ممكن نشتري الحاجة المعقولة بس تدينا نتيجة ممتازة يعني على أبسط مثال مع احترامي طبعا لكل السادة الزملاء والوجهات نظرهم أنا بحترم جدا وبقدر جدا البرجل بألم الممتازة السن بتاع بيتكسر كتير أحيانا بيتم إنه بيتحشر جوه الألم وبنتطر نعد الطالب أثناء اللي هن يتعطع عشان يفك ويعمل ويسوي وفي نفس الوقت ما بيدينيش قوة التحكم اللي أنا محتاجاها في البرجل طبعا دي وجهات نظر لكن أنا ما بفضلش البرجل اللي سن نص ملي اللي هو بسنون زي الألم النص ملي أنا بفضل البرجل بالألم الرصاص طبعا أقدر أشير ألم الرصاص أحط ألم فلومستر أحط ألم تحبير ده بيديني حرية في استخدام البرجل وكل ما يكون البرجل أطول يكون أفضل يعني وإنت بتشتري بلاش البراجل السغننة بلاش البرجل اللي فتحته 4 و 5 و 6 سنتين لا أنا عايزة برجل برجل محترم يعني أنت الراجل مش بتشتري أدوات عشان تشتغل بيها شهر ولا تشتغل بيها واحدة رسمها أنت هتشتغل بالأدوات دي 3 سنين فبالتالي اشتري أدوات جيدة ما بقولش غالية تاني علشان نفهم الفرق أنا بقول اشتري أدوات جيدة ممتازة حافظ على أدواتك حافظ على نظافتها قناعة تم عندي وأتمنى أنها تنتقل لكم أن أدواتك وسكتشك وكل حاجة بتستخدمها هي جزء من شخصيتك يعني زي ما بتعتني بكوية القميس وكوية الطرحة وتفاصيل الاعتناء بذاتك قبل ما تنزل من البيت لازم تعتني بالسكتش بتاعك وبالمصدر بتاعتك وبالألم بتاعك وبالأدوات بتاعتك تحطها في مكان تحفظ عليها تقفل عليها بسسطة تحفظ على نظافتها فرشك بعد الانتهاء من التلوين تتغسل وتتنظف وتتشال نظيفة بل اتتك نفس الكلام سكتشك سكتش ما يتنيش أبدا الطالب اللي يتني اللي سكتش ده هو زي ما يش انت مش بتحترم اللي سكتش يبقى ده جزء من شخصيتك مش هقول أكتر من كده لكن اللي سكتش اوعى أبدا أبدا اللي سكتش يبقى نصين كده تحط جوه الشنطة مأساة لأ اوعى تعمل كده احترم اللي سكتش احترم مادتك احترم الرسمة اللي انت بترسمها ده جزء من طقتك ومن ومن شخصيتك ومجهود انت بتبزله وحفظ عليه تحطه في المكان والمكانة اللي تتناسب مع أهميته على انه جزء من شخصيتك فبالتالي اللي سكتش بنجيب بنشتري نصبيان أو خشبة أو لو عندك كارتونة بتاعت نتيجة قديمة بتغلفها كده بجلد شيك يكون لونه راقي وتبتدي تجيب كلبسات تحط اللي سكتش وتمسك اللي سكتش تحت دراعك ما تحط ليش اللي سكتش نصين كده وتقوم تطبقه زي الصندويتش كده وتحطه في الشنطة ده غير لائق بالمرة أدواتك ما تترميش في الشنطة ما جيش أطلع الفرشة الفرشة عندها مونسعقة كهربائيا الفرشة عندها حالة صعق كهربائي وشعرها عامل كده الفرشة لازم تبقى جميلة وشعرها ملموم ومحطوطة جوه الأداء بتاعتها ولوليها غطة تتغطى بالغطة ومالهاش غطة انت عمل لها جراب أو حاجة تتحط جوه إيه ده إحنا هندلع الأدوات بتاعتنا كده طبعا أدواتك هي جزء من شخصيتك وبالتالي أدواتك كل ما هتحافظ عليها كل ما هتعيش معك أكتر أدوات كل ما هده بتغلق وبالتالي أنا مش عايز كل شوية أكسر وبوز وارمي وأجيب غيره لأ أنا عايز أحافظ على أدواتي أحافظ على نظافتها لو عندي مصطرة كبيرة أعمل لها جراب لو عندي لوحة لو عندي لوحات لو قدرت أجيب الجراب بتاع اللوحات لو ما قدرتش ممكن تروحوا ببساطة شديدة عند بتوع الأقمشة أو بتوع البلاستيك اللي بيبيعوا المفارش البلاستيك هتلاقي عندهم بعد ما يخلصوا الرول استوانة كده مفرغة من جوه استوانة دي كرتون ومتينة وتقيلة وممتزة جدا أنت ممكن تقفلها بقطعة كرتون من هنا بقطعة كرتون من هنا بس خلي واحدة فيهم بتتفتح وتتقفل أصبح عندك حامل لوحات ممتز تاني في لوحات بلتفه بحطها جوه رول فبدل ما ممسكها في إيه دي أركب بها ومواصلات أعمل مش عارف إيه أنت ممكن ببساطة عشان طبعا الحامل بتاع اللوحات ده بقى غادي جدا برضو أنا مش عايزة أحمل عليكم ولا على أولياء أموركم تكلفة مادية عالية بس خليك شاطر الشاطر يقدر يطلع يعمل من الفسيخ شرباط فبالتالي أنا أقدر أطلع أي حاجة من حاجة ممكن تكون كان زمان خلينا نقول المثل بشكل راقي أن كانوا بيقولوا أن الفنان في الفن الإسلامي القديم كان بيحول الرخيص إلى نفيس هو ده المعنى ولكن بدل ما بنقوله بسيغة شعبية إحنا بنقوله بسيغة راقية تحويل الرخيص إلى نفيس أنا النهاردة عايز كوفر أو علبة لللوحات بتاعتي ومش عايز وما عنديش أقدر أشتري لوحة خشبية تكلفتها عالي علي عندي نتيجة قديمة هبتدى أجيب فرخ جلات شكله كويس جدا أجيب لزق يا سيدي لو حتى مش قادر تشتري لزق من لزق غالي أو كذا عندنا في البيت شوية نشو مع مياه بردة وبعدين أرفعهم على النار شوية يديني قوة لسق أعلى شوية ممكن تحط لها نقطة خلص غننة وبعد كده تبتدي تستخدمها في عملية اللسق ممكن ألزق بالسوليتيب المهم إن أنا غيرت شكل النتيجة بقت شكلها راقي بقى عليها رسمة بقت شكلها متلون أبتدي بعد كده أسند عليها اللسكتش بتاعي وحطه بالكلبسات وبيتشال تحت دراعي مش بحطه جوه الشنط عشان يفضل دايما مفروض ونضيف لوحات عندي اللي بتكلف أو أي حاجة بكرة اللوحة اللوحة دي ممكن ببساطة زي ما قلت لكم بنتوجه ليه في الناس اللي بتبيع المفارش البلاستيك اللي هي الرول أو اللي بيبيعوا الأقمشة هتلاقي عندهم في النهاية كده بعد ما يخلصوا دي بيرموها بيتخلصوا منها يعني مش لها مش قيمة بالنسبة لهم الرول ده هتلاقي عبارة عن استوانة اللي استوانة دي فضية من جوه هتقدر ببساطة تاخد اللي استوانة دي حسب الطول اللي انت عايزه هتقفلها بحطة كرتون مدورة كده وتلزقها كويس وبعدين تلف عليها اي شكل جلاد انت عايزه بقى معاك حامل لوحات شكله في منتهى الجمال وبتكلفة وسيطة جدا يبقى اذا الفكرة مش فكرة مذاكرة بس مش فكرة شطارة في النواحي الدراسية بس الفكرة فكرة انا هستفيد ازاي من اللي انا بدرسه الفكرة فكرة انا بحب التخصص بتاعي ولا لا اذا انا عايزاكم مش بس تبقوا عندكم اهتمام لا انا عايزا يبقى عندكم شغف وهي مرحلة من الاهتمام والحب اعلى من مجرد ان انا عندي التزام في فرق بين الملتزم وبين الشغوف الملتزم بيعمل المطلوب منه فقط لغير الشغوف بيبقى عايز يستكشف اكتر ويعمل اكتر ويكتهد اكتر اكتهدوا لان لكل مكتهد النصيب واكتهدنا وطموحنا هو سر نجاحنا دمتم متفوقين اترككم دوما في رعاية الله اشتركوا في القناة